اشتركوا في القناة رؤى واحلام فيها بشرة بالزواج السعيد ايه ده؟ فيه رؤى تدل على الزواج وزواج سعيد؟ ايوه فاحيانا هناك بتكون رؤى للبنت العزباء تبشرها بانها سوف تتزوج مش بس كده سوف تتزوج من شخص صالح مش بس كده حيانا تدل هذه الرؤى انها سوف تتزوج من شخص سوف يسعدها زي ما فيه رؤى بالدل على الزواج من رجل فقير زي ما فيه رؤى بالدل على الزواج من شخص غير مناسب كل ده موجود فالنهاردة هنتكلم عن احلام فيها بشرة بالزواج السعيد ان شاء الله تبارك وتعالى اول رؤية رؤية لبس القلادة رؤية قراءة القرآن رؤية الخيل رؤية البنت العزباء انها معتاصمة لأي سبب ما مش شرط اللي احتصام ده كان سبب ايه لكن هي شايفة ان هي معتاصمة ممتنية عن الطعام والشراب هذه الرؤية تدل على الزواج السعيد ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم رؤية ركوب الجمل رؤية حرث الارض وزراعتها رؤية العتبة عتبة الباب العتبة الجميلة زي ما سيدنا ابراهيم زار ابنه اسماعيل وكانت الزوجة دي غير صالحة المهم كان فيها حديث طويل لدار الزكر يعني فقال لها لما يجي اسماعيل قول له يغير عتبة الباب وكان معناه انه يطلقها سيدنا اسماعيل الجوز بعدها وراح سيدنا ابراهيم زاره فلقاها سيد يعني بتشكر الله سبحانه وتعالى برغم ان هي كانت يعني في دقة مدية لكنها بتقول لا دا احنا مبسوطين وا 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 فقال له لم يجي ولي له سبت عتبة الباب يعني امسك هذه الزوجة ولا تطلقها فالعتبة الجميلة تدل على الزواج رؤية البيض وجمع البيض زواج رؤية الغزالة زواج رؤية الارض المطبوخ زواج رؤية جواز الصفر زواج رؤية الشمس زواج رؤية الضلوع زواج رؤية البنت العزباء انها ماتت الموت ان الرأي يشوف نفسه ميت طبعا كل الرؤى للشخص اللي بات ازوج سواء شاب عزب او بنت عزباء رؤية العضو التناسولي للمرأة طبعا اني شاف الرؤية دي الشاب العزب زواج رؤية بناء البيت والزواج اساسا بناء بيت رؤية كتب الكتاب عقد القران زواج رؤية لبس الخاتم زواج رؤية القوارير النبي صلى الله عليه وسلم شبه النساء بانها قوارير رؤية سيدنا زكريا عليه السلام رؤية العضو الذكري رؤية الخلخال رؤية الاسد رؤية شرب القهوة رؤية تكحيل العين كل هذه الرؤى تدل على الزواج تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رؤية شرب القادمة شُّ circuit